ام نفط النيابية تفصل اسباب استمرار ازمة الكاز في العراق اوضح علي شداد الفارس عضو لجنة النفط والغاز النيابية ان اسباب شحة مادة الكاز الاخيرة واضحة وتعزى الى سحب الكميات والخزين الموجود لدى وزارتين نفط والكهرباء لتشغيل محطات الطاقة المركبة وقال الفارس في تصريح صحفي ان الاحداث الاخيرة والعقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية في ايران ادت الى تقليل استيراد كميات الغاز منها مضيفا ان العراق متعاقد على تجهيز خمسون مليون متر مكعب من الغاز يوميا الى ان ايران يفرط معدل عشرين مليون متر مكعب مما تسبب في نقص التجهيز للطاقة الكهربائية واشار الى انه نتيجة لذلك اضطرت وزارة الكهرباء الى استخدام الوقود البديل مما ادى الى استنفار كافة كميات الكاز وزيت الوقود لتشغيل المحطات وتابع الفارس نفاذ الخزين المحلي خلق ازمة في مدة الكاز واصبح من الضروري ايجاد حلول بديلة وطالبت اللجنة وزارة الكهرباء بخطة لعام الفين وخمسا وعشرين لايجاد بدائل بما في ذلك التعاقد مع تركمانستان لاستيراد الغاز واضاف العراق عاد الى استيراد مدة الكاز لسد النقص الحاصل في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية حيث وصلت شحنة جديدة في خمسا وعشرين من الشهر الجار مشيرا الى ان الانتاج المحلي من المشتقات النفطية يحقق اكتفاء واضحا من مدة الكاز لكن الاستهلك يتركز محليا وليس لتشغيل للطاقة الكهربائية واكد الفارس ان معدلات الاستهلاك في فصل الشتاء ستكون اقل من فصل الصيف مما سيوفر متنفسا خلال الاشهر الاربعة المقبلة مشددا على ان اللجنة الزمت وزارتي النفط والكهرباء بتقديم خطط متكاملة حول حجم التخصيصات المطلوبة وطبيعة للتعاقدة المتعلقة باستيراد مادة يلكز والغز